استغلال الدكاترة هذا الاسم المهني هذا الاسم الذي يضف عليه الاحترام هذا المسمى العلمي الذي يعطى من الحرية والتقدير والتحمل المسؤولية وعدم المسائلة في العموم الأشمل مع الأسف عندما تضعف نفسه وتتراجع مرؤته ويتلاشى دينه مع الأسف فأنه يتخذ من هذا المكان الأكاديمي العلمي وأعلى الصرح وكعب في المجتمع نفخر به مكان للتخريب ولتصدير السلبيات ولتعليم الأجيال الخراب قبل أن أتكلم عن استغلال الدكاترة كتب تغريدة مرة أستقرأ فيها أستأنس فيها بآراء الجمهور لأن أنت الواقع والطلبة هم اللي يغذونك هم مرآتك هم الشبكة الاجتماعية المتخلخلة في الحياة العملية فكتبت هذه التغريدة وأنا أطلب منهم الإجابة كتبت هل استغلال الدكاترة لطلبتهم والانتفاع منهم في مقابل رفع درجاتهم أمر شائع؟ وهل يستغل الدكاترة مسماهم العلمي فيكون غيابهم بالأسابيع ومخزي بعد؟ هذا كلام طرحناه على الناس جت ردود كثيرة جداً بتفصيل بأسماء جامعات وكليات واللي سمى دكتور واللي شيء فيلم إحنا نختار يعني رأيين متناقضين من غير تشخيص لمكان معين ولا رأيين متناقضين ونقصد بهذا الاختيار ونعلق عليهم الرأي الأول تقول الأخت المغردة لا والله ليس كلهم كذلك بالنسبة للذين تعاملت معهم كانوا يتصفون بالأخلاق العالية ولا يوجد أي نوع من الاستغلال الحق حق يعني هذا كلام حق وأنا هذا اللي شفته وشهدت تجربته الشخصية التغريدة الثانية الأخش يقول يقول لا أكاد أجد أحداً من أصدقائي الجامعيين إلا ولديه قصة منه عن هذا والأمر بدرجات مختلفة عند قصة عن هذا الأمر والموضوع بدرجات مختلفة طيب كيف نقرأ الردود للفعال؟ يجب أن نعرف وإحنا ناس يجب أن نحترم الموضوعية والبحث العلمي والمنهجية والشروط الأكاديمية فنقول كما تقول مثلاً للبي بي سي لما تقول والله وهذا الاستبيان لا يخضع للمعايير البحثة هي انطباعات أولية وأنا أيضاً أقول كذلك لا يمكن مسألة تحتاج لبحث علمي الرأي الأول انطلقت من انطباع شخصي إنه والله ما مرى علي هذا الشيء وهذا الشيء يفرح وياريت يستمر وجيد فرأيها الإيجابي الثاني يقول أنا رابعي كلهم يقولون ضبط لك الدكتور الفلاني وسنعت لك الفلاني ووصلت فلاني وعطيت فلان وخدمت فلان فهذا موجود وهذا موجود كم هي النسبة؟ هل هي ظاهرة؟ هل هي مؤشرات؟ هذا شغل أكاديميين وبحث علمي مو شغل كلام عام نحن نتكلم أن هذا شيء موجود كأيداء موجود نسبته درجته انتشاره أماكنه نوع الخلل هذا شيء بحث علمي لكن نتكلم عن انطباعات عامة لها واقعية ملموسة خلنشوف الدكتورة شي سوون واحد الغياب أعرف واحد من أهلي يقول والله ما داوم لها ستة أيام مو دا أذكر الكلية بعد البرنامج تسألوني أذكر لكم إياها ستة أيام وواحد منهم يوم امتحان نصفي وبعدين امتحان نهائي هذا كيف يحل المعاشة؟ كيف يرضى؟ أين العمادة؟ أين الطلبة نفسهم؟ فرحانين ولا خايفين؟ إشكال يجب أن يراجع هذا الدكتور ليش يغيب؟ هل لي أعماله الخاصة؟ هل لي تجارته؟ هل لي سفراته؟ هل لي دوراته؟ هل لي ما أدري ليش؟ اثنين ياريتهم يغيبون بعضهم يعني اللي يدمنون الغياب الغياب العارض أنا وأنت وأي واحد في أي وظيفة نغيب نمرض يجينا أظهر في طارق لكن الغياب المتكرر ومن غير أي إختار للطلبة بأي وسيلة التفاعل وحنا عندنا ستين وسيلة اليوم ممكن تتعامل مع الطلبة تقول لهم بالليل عندي ظهر في طارق أو بالفجر أو غيره ما فيه الأم تروح مع الأخو ويوصلون أختهم من آخر البلد ومحاضرة الساعة ثلاثة العصر وزحمة طلوع الناس ورجوع الناس والسيارات بعز الصيف والأخ مو جاي والناس منتظره يجوز هذا ويا ريت يوم ويومين وثلاثة وبي كلية هذا مشهد ولذلك تلومون الدكتور عبدالله الفهيد رئيس الجامعة الأسبق الله يحفظه لما نزل مرة إلى الساحة ومر على الكليات ويعني يطوف على غرف الدكاترة ليش يا أخي أين الثقة لماذا؟ أي ثقة خلينا فيها ثقة إحنا شو المشكلة؟ شنو يعني دكتور؟ إنسان ما خد سهادة علمية لذلك جلال أمين في كتابة عصر الجماهير الغفيرة وهو مفكر كبير واستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في القاهرة كتب في هذا الكتاب الذي أقرب ما يكون لك كتاب اجتماع واقعي نعم كتب عن العنصر 16 عن الدكتوراه كيف أن هذه الدكتوراه بدأت تلاشى بالخلل الذي بدأ يصير فيها تكلم عن الدكتور الوزير تكلم عن الدكتور العالم تكلم عن الدكتور المهني تكلم أشياء ثم قال إن هذه الدكتورة الدكتور التلفزيوني الدكتور الصحافي الكثرة اللي فيها وما فيها من خلل قال ستغيب مكانة الدكتور كما غابت مكان الأفندي يفندم ويبيه ويباشه إذا استمر الأمر على ما هو عليه طيب من جرائم الدكاترة سرقت أفكار الطلبة وطموحاتهم وأحلامهم وأمالهم غرد واحد ورأينا في الواقع وهذا مون يوم ترى هذا أيضا قديم في جامعات عريقة أن الشاب عنده بحث وفكرة جديدة يعرضها على الدكتور فيأتي الدكتور يقول أطني أراجعها يأخذ الفكرة ثم يسبق الطالب وينزل فيها كتاب أو مشروع يعني هذا الطالب يقول مشروع الاستفادة من التجارة الإلكترونية والمميزات الخاصة يرسل للدكتور يقول لك كيف فيرسل للطالب تجربته وإذا بيها التجربة عند الأخ واستثمرها بعد الدكاترة وقضية استثمار بيع الكتاب الكتاب يبعث ثلاث أضعافة داخل الجامعة أو الكلية بعدين كل مرة منزلي طبعة قال لا الطبعة ديش خلصت هذه الطبعة فيها عشر ورقات زيادة وهي مهمة ليش؟ علشان الطالب ما يعطي صديقة يستفيد منها الفصل الدراس الثاني لازم يزيد العشر ورقات الذهبية التي نقشت يعني بعبقرية باهرة تحت تنقذ الأمة وتنقذ العقول هذا نوع بيع المقرارات في رذيلة أخرى مع الأسف أن الدكتور يضع اسمه على بحث لا أقول ما كلف ناس يسوله فيه يفعله زملاء في الكليات العلمية والأكاديمية والتربوي وربما الأدوية فيقول ويفرض ويستغل أي طريقة معينة أن يوضع اسمه ثم وهو لم يقدم في البحث شيئاً كيف ترضى يا أخي؟ كيف نفسك ترضى أن تفعل هذا الشيء يا أخي؟ ما أنا عارف كيف هالنفوس تصل إلى هذه الدرجة من الأشياء اللي مرت على الطلبة وشكوى رفعت أن فيه دكتور يطلب من الطلبة أن يكتبوا البحث طيب المادة ليست علمية وليست باللغة الإنجليزية وكل حياتها تدرس باللغة العربية لأن المادة من المادة بالأدبية كمثلاً كتب الأدب أو قسم التربية أو قسم الشريعة أو قسم الأداب أو قسم الفلسفة أو قسم علم النفس من هالنوع لا أكتبوا لي البحث بالعربي وبالإنجليزي والإنجليزي تترجمونا انترجمة وين؟ بالمكان الفلاني المكتب الفلاني وإذا بالتاريخ والبحث أن المكتب الفلاني تابع لأخوه ولا تابع لأحد أقاربه فيترجمونه وترجم الورقة بدينار يلا كدلك والبحث لازم أقل شي ثلاثين ورقة وكد خير على حساب الولد شم دقيقة باقي يا بوي؟ دقيقتين طيب نحن قاعد نتكلم عن الاستغلال يا جماعة الدكتور يوزع برشورات تجارية عن تجارته في القاعات هذا عارف اسمه أنا الدكتور يعطي الطلبة امتيازات لأنه مرشح انتخابي نعطيك كل ناس منطقته الذين في دائرة الانتخابية يأخذون درجة امتياز